السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونية على اليوتيوب بالنسبة للأول مرة لا ينسى اللايك والشرك في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الماقلة له بإذن الله يتبعنا يستفيد من الحلقات اللي أنا بقدمها لكم أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عنها تردد جديد وحاصر ظهر على النايل سات لخنوات الكاس الرياضية وطبعا الخنوات جاء في وقتها مع بداية الكاس العالم اللي عام الشي 22 اللي اخترب إن شاء الله انتلاقه في بداية الأسبوع المقبل وإضافة جميلة مميزة جدا لخنوات النايل سات لو الخيمة اللي عندها خلاف اللي أنا بشرح حلقة بسهولة جدا هتدخل على الشرحات الموجودة داخل قناتي وهتلاقي فيها طريقة إضافة القنوات أو الترددات على جميع الأجهزة وجميع الرسيفرات وجميع شاشات العرض اللي بتحتاجها على الرسيفر داخلي أما بالنسبة لأكتر من سعين في المية من الأجهزة الموجودة هنضغط من الرموت على الزرار المينيو ونقف على قيمة وفقا كلمة التركيب بقف على قيمة التركيب بضغط علىها بزرار أوكي هيزهر لخيمة تانية وفقا كلمة الترددات بنزل عليها وضغط أوكي وبالنسبة للخيمة الإنجليش هضغط من الرموت على الزرار المينيو ووقف على كلمة إنسليشن وضغط أوكي هيزهر معا خيمة تانية وفقا كلمة ترانزبورد اللي استبانزل عليها وضغط أوكي ومجرد ما بضغط على خيمة الترددات بزرار أوكي هلاحظ أنه ظهر معايا خيمة الترددات اللي قدام حضرتكو كل اللي هعمله هضغط من الرموت على الزرار الأحمر موجودة على التردد. وكل اللي هعمله بعد كده هضغط من الرموت على الزرار الازرق واضغط اوكي. عشان يظهر لي خيمة جميلة مكتوب فيها كلمة اسكان او البحث في اعلى الخيمة. ومجرد ما بضغط على الخيمة دي بزرار اوكي. الجهازة يبحث التردد بتاعي. ويظهر لي رسالة هل تريد الحفظ بتأكد ان انا وقف على كلمة اس او نعم واضغط اوكي من الرموت. وبالتالي الجهازة يحفظ التردد. ويظهر لي الخناة جديدة اللي انا بملها لحضراتكم في كل فيديو او في كل شرح. القناوات اللي معنا في حلقة النهاردة باقت خانوات الكاس الرياضية. زارت على النلسات بتاريخ شهر 11 او بتاريخ شهر نوفمبر العام عشي 22. باقت خانوات الكاس زارت على تردد 12 188. معدل الترميز 27 500 والخطبية اتش او هرزينتل او افقي. التردد اشارته عليه وسهل جدا استقباله بعد باقتها ابدأ من ستين او سبعين سنتي. ولكن بيحتاج ان يكون عند حضراتك الاسفر بيتعامل بنظام الاتش اي دي. او شاشة عرض بتاعته على الاسفر داخلي بيتعامل بنظام الاتش اي دي علشان تقدر تستقبل القناوات على جهازك. باقت خانوات الكاس واحدة من اجمل واروح القناوات اللي هتنطلغ ان شاء الله مع بداية كاس العلم لعام عشي 22. وبنصع الكل ينزل على جهازه. وبهديها لكل مشتركين وامتابعين خانوات اللي بيتابعوا معي الترددات الجديدة والحصرية اول باول. ولو اعجبك الفيديو احبب تتابع معي كل الترددات الجديدة والحصرية اضغط لايك واشترك في الخناة واهم حاجة تفعل الجرس عشان وصل لك كل جديد. بكده حلقة النهاردة خلصت واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.